دلوقتي بقى عايز اقول لحضراتكم على الاسباب المرضية لقدر الله للصداع وهي اسباب خطيرة السبب الاول ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل لأي سبب مرضي اي طفل عنده حرارة عالية هتلاقوا عنده اصداع عشان كده لازم الاهتمام بقياس الحرارة في حال اشتكى الطفل من الشكوى وعدم الاستهانة بيها يعني لو طفل قال عندي اصداع يسولوا الحرارة كمان ده مهم قوي لما الطفل يقول عندي اصداع اذا اتفقنا اذا كان طفل كبير وقدر يعبر اهتموا ان كلvin تقيسوا الحرارة السبب المرضي التاني بقولنا الاول سبب ارتفاع درجة الحرارة يؤدي للصداع السبب المرضي التاني اللي يؤدي للصداع هو مشاكل منطقة الفم واشهرها تسوس الاسنان والتهابات اللثة لو اللثة فيها خراج لقدر الله دي يعني التهابات منطقة الفم دي او مشاكل منطقة الفم دي من الاسباب المرضية للصداع السبب الثالث الإصابة بالزكام أو نوبات البرد والأنفلونزة ليه؟ لأن نوبات البرد والأنفلونزة بيصاحبها صعوبة للتنفس وكحة واحتقان للأنف وهكذا الحاجات دي يعني لما تلاقوا الطفل حتى بقى لو صغير مناخيره مسدودة وبيكحة كده وبتاعه الكلام دي كله اعرفوا يعني عطوله أنه عنده صدع طب أنتوا ليه؟ ليه مهم تعرفوا أنه عنده صدع علشان لا تثقلوا عليه أكتر فما يعني تكونوا بقى طيبين معاه أكتر تتكلموا معاه بهدوء أكتر تحاولوا توفروله جو أهدى شوية وهكذا فهمتوا قصدي؟ التهابات البرد والأنفلونزة دي تؤدي للصدع السبب الرابع التهابات الجيوب الأنفية وده مثلا من الموضعات اللي احنا تكلمنا فيه حضراتكم قبل كده التهابات الجيوب الأنفية عند الأطفال عملنا حلقة كاملة عن هذا الموضوع ده يؤدي للصدع السبب الخامس من الأسباب المرضية اللي تؤدي للصدع التهابات الأذن الخارجية والأذن الوسطى اشتركوا في القناة